موسيقى ومفيش حاجة تفوتكم النهاردة هناخد مع بعض درس مهم درس الحقيقة ان انا ما شفتوش مشروح قبل كده في اي قناة بتعلم ايطالي وعلشان كده حبيت ان انا اخد المبادرة دي واشرحه انا الا وهو السيغة غير شخصية في اللغة الايطالية او لفورما ايم بيرسون الدرس ده هو يعتبر درس ادواء بي اونا تمام وهو منجود في بروتجيتو ايطاليانو في الوحدة التسعة لمناس اللي هم معهم كتاب بروتجيتو ايطاليانو فيالله بينا حضروا الورقة والقلم بتاعكم علشان نكتب مع بعض طيب ايه هي السيغة غير شخصية او لفورما ايم بيرسون علي السيغة غير شخصية في اللغة الايطالية للتركيز على الفعل اكتر من الفعل بنستخدمها لإعطاء التعليمات للتكلم عن شيء بصورة عامة دون الاشارة للفعل تعرف اللغة الايطالية بي لسي ام بيرسون علي فيتم استخدام المقطع سي للاشارة اليها اللي هي السي سي طيب تكوينها بنكونها ازاي بنجيب الفعل متصرف مع اللوي واللاي اللي هو اللاترسة بيرسونة سينجولارة تماما وبنحط المقطع سي يعني احنا بيكون عندنا سي بيو الفرب واللاترسة بيرسونة سينجولارة فاحنا بنقول سي منجا سي لفورا سي فيفا سي ستوديا زي ما احنا متعاوزين ان احنا نصرف الفعل في البرزنت عادي جدا طيب عندما نقول في اللغة العربية هو الواحد اسحب انه هو يسافر كم يكلفه الصفر فاحنا لما نيجي نقول الواحد احنا مش بنتكلم عن شخص معين خلاص لا احنا الشخص ده غير محدد ممكن يكون انا ممكن يكون انت ممكن يكون اي شخص بنتكلم عنه ففي الحالة دي هنا الجملة هتبقى سي ونا اونو اللي هي كلمة الواحد سي ونو فالي ستوديارة ايني تاليا اذا اراد الشخص ان يدرس في ايطاليا فاحنا بقى لما بننجي نحول للسي امبيرسون علىه بنحزف الاونو وبنحط السي يعني على سبيل المثال بنقول في مطعم الجمعة يؤكل بصورة جيدة تبقى اين من سا سي منجا بينا اذا لم يذكر لن ينجح في الامتحان تبقى سي نون سي ستوديا نون سي سوبيرا لي ازعمي تمام فاحنا عندنا هنا السي جبع ديها الفرب مصرف في لاترسة برسونة سينجولارة سي منجا سي ستوديا سي سوبيرا طيب السي غير شخصية في حالة الأفعال المنعكسة لسي امبيرسونالة نالكازو ديفيربي ريفلسيبي طبعا زي ما احنا عارفين ان وقت الأفعال المنعكسة لازم نحط ضمير الانعكاس او الفرب ريفلسيبي طبعا احنا عارفين ان ضمير الانعكاس مع اللوي واللاي هو السي فبالتالي ما ينفعش نقول سي سي بيو الفرب يعني احنا دلوقتي عندنا فرب ديفيرتير سي اللي هو يستمتع ده فرب ريفلسيبي او فعل منعكس فبطبيعة الحال احنا لما منيجي نصرفه مع اللوي واللاي هيبقى سي ديفيرتير قال لي لأ استني ما ينفعش اقول سي سي ديفيرتير فبالتالي في الحالة دي السي اللي هي الاولانية هنحولها لتشي ففي الحالة دي هتبقى تشي سي ديفيرتير تمام يبقى احنا كده حولنا الرب ريفلسيبي للفورما الامبرسونال طبعا احنا خليناها تشي بس لقواعد النطق وعلى عشان ما نطلعبطش ولان كمان ما فيش حاجة في الايطال يسمها السي سي طيب دلوقتي فيه نوع تهاني من السي غير شخصية وهي اسمعها تعبيرات غير شخصية او لإسبريسيوني امبرسونالي طيب بنكونها ازاي بنكونها ب فيرب واسر بيو ادجي تيفو زاي كالا مريقا نقول اي اي بوسيبل من الممكن اي نتشساريو من الضروري اي اي او تل من المفيد اي ماليو من الافضل ان كمان عندنا بيزونيا بيو الفرب معناها من الضروري خلاص بجيب الفعل في المصدر زاي لما قول بيزونيا بارتير من الضروري المغادرة اتمنى يكون الفيديو عجبكو انكم تكونوا استفدتوا خاصة كمان ان درس زاي ده مش منجود على قنوات كتير وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب ولو عندكم اي استفسارات ياريت تسويل تحت في التعليقات وما تنسوش كمان تتابعوني على الاستجرام learnitalianoslara او الفيسبوك اللي هو جروب تعلم الايطالية مع لارا هسيب لكم اللينكات في خانة الوصفة يومكم جميل تشاواتوتي اشتركوا في القناة